فصل جديد من المواجهة بين الشارع العراقي والطبقة السياسية الحاكمة بمختلف مسمياتها فصل جديد عنوانه الكهرباء عقدة الشقاء العراقي والعلامة الأشد بروزا في مسرحية الفشل والفساد المثيرة للغضب والأسى مرة أخرى تخرج مدن الجنوب في تظاهرات حاشدة للتعبير عن نفاذ الصبر تجاه كل ما يجري من دمار ممنهج ليس لمؤسسات الدولة والبنى التحتية والخدمات فحسب بل لنفسية المواطن العراقي التي لم تعد تحتمل عملية عض الأصابع المتبادلة مع الذين تسلطوا على رقابه في البصرة متظاهرون غاضبون يقطعون الطريق الرابط بين مركز البصرة وقضاء الفوج نوبيها وأخرون يضرمون النار في منطقة القرمة بعد أقل من سنة على تظاهرات أكبر شهدتها المحافظة للمطالبة بتوفير الكهرباء والماء الصالح للشرب وتوفير فرص العمل وتطور الأمر حينها إلى مصادمات أدت إلى سقوط ضحايا كما تم حرق مقرات حكومية وحزبية إضافة إلى القنصلية الإيرانية وفي ميسان المجاور انطلقت تظاهرات حاشدة أخرى الأمر ذاته تكرر في قضاء الحمزة بمحافظة القادسية القاسم المشترك بين كل هذه التظاهرات هو الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية تجاوزت خمسين درجة مئوية بحسب هيئة الأنواع الجوية العراقية ترد الكهرباء لم يقتصر على المنازل إنما طال دوائر خدمية منها المستشفيات التي يعاني المرضى فيها أصلا من ترد الرعاية الطبية وشح الأدوية ورغم كل هذه الظروف المزرية فإن خشة الناشطين من الملاحقة تحول دون تنظيم تظاهرات كبرى يقول أعضاء في تنسيقية البصرة إن غالبية النشطاء مراقبون من أجهزة الأمن ومكاتب الميليشيات حتى أن المجموعات الناشطة عبر وسائل التواصل والمواقع الإلكترونية تعرضت للقرصنة من الجيوش الإلكترونية التابعة للأحزاب وأكدوا وجود تخوف من إعادة عمليات الاغتيال والخطف التي لاحقت منظمي التظاهرات العام الماضي كوميديا سوداء يعيشها العراقيون ترتفع سخونة الأحداث فيها مع فصل الصيف الذي يكشف في كل مرة عوار السلطة سلطة تلجأ إلى حملات الملاحقة والتعذيب للمتظاهرين بدلا من معالجة الأسباب التي دفعتهم للخروج وقد تدفع بالأمور مستقبلا إلى الانفجار ترجمة نانسي قنقر